اشتركوا في القناة ان شاء الله هنعملها بإذن الله تعالى بتتناول السببية الجنائية نتيجة ان السببية الجنائية هي من الامور الهامة جدا جدا في القانون الجنائي هنتناول في هذا الفيديو الليلة ان شاء الله هنتناول السببية من خلال 8 نقاط 8 نقاط اولا تعريف السببية السببية هي اسناد نتيجة معينة نتجت عن فعل معين لشخص معين يبقى زي ما قلت وبكرر تاني السببية الجنائية لان الموضوع السببية موضوع كبير ومتشاعد وفي اراء فقهية كثيرة وفي يعني احكام صدرت سواء من القضاء الجنائي او من قضاء النقل فيعني الموضوع متشاعد شوي عشان كده ان شاء الله هنعمله اكتر من فيديو منهم الفيديو بتاع النهاردة فيديو النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هنتناول في ثمان نقاط النقطة الاولى تعريف السببية السببية هي اسناد نتيجة معينة نتجت عن فعل معين لشخص معين نوضح الكلام عندنا الركن المادي للجريمة بيتكون من فعل ونتيجة وعلاقة سببية الركن المادي للجريمة اي جريمة بتتكون من ركنين الركن المادي والركن المعنى الركن المادي مكوناته هو الفعل والنتيجة وعلاقة السببية طيب لو قلنا انه الف اطلق النار على به الف اطلق النار على به الفعل هنا احنا قلنا مكونات الركن المادي فعلي ونتيجة علاقة سبيل الفعل هنا هو اطلق النار هو ده الفعل النتيجة هنا هي وفاة المجنعية علاقة السببية هي اللي بتربط ما بين الفعل والنتيجة ولذلك هنا بيقول لك ايه هي اسناد نتيجة النتيجة اللي هي الوفاة نتيجة معينة نتجة عن فعل معين اللي هو اطلاق النار لشخص معين اللي هو أطلق النار وهو ده تعريف السبب يجنى ايه ان احنا بنسند نتيجة معينة حصلت من فعل معين لشخص معين وضربنا مثلا لو ألف أطلق النار على به وبه توفه الله يبقى الفعل عندنا ايه اطلق النار النتيجة ايه وفات به يبقى عايزين نسند هذه النتيجة اللي هي وفات به ليه الفعل اللي ارتكبوا ألف اللي هو فعل اطلق النار طيب النقطة التانية اهمية السببية اهمية السببية بتنتج من ايه لان اسناد ارتكاب القتل او الفعل يعني لشخص معين ليس بالضرورة ان يترتب عليه اسناد النتيجة التي حصلت التي حصلت او نتجت عن هذا الفعل لذات الشخص مرتكب الفعل نركز في النقطة دي شوية يقولك ايه اهمية السببية لان اسناد ارتكاب لان اسناد ارتكاب الفعل لشخص معين ليس بالضرورة ليس بالضرورة ان يترتب عليه اسناد النتيجة التي حصلت او نتجت عن هذا الفعل لذات الشخص مرتكب الفعل دي اهمية السببية طب نوضح الموضوع ده بمثال بسيط هنقول انه الف اطلق النار على به به مماتش في الحال مماتش فورا يعني راح المستشفى وهناك في المستشفى به جعد اسبوع عشر ايام اسبوعين يعني جعد فترة وبعد كده توفى فهنا هيبقى فيه سؤال ايه سبب الوفاة مش يمكن به كان عنده نزيف داخلي ولو كان تلقى رعاية وعناية طبية دقيقة وقوية وعناية كافية كان ممكن يكتشفوا الاطباء النزيف الداخلي ده هو وبالتالي تتم معالجة هذا النزيف الداخلي وبالتالي به يكمل يعني ما يموتش بحيث انه يستمر في الحياة يعيش في الحالة دي في الحالة دي يبقى في الحالة دي المخطئ هنا مين اه صحيح الف هو ضرب به اطلق عليه اعيرة نارية او عيار نارية لكن لكن به راح المستشفى وقعد عايش على قيد الحياة اسبوع او عشر ايام او اسبوعين في الاسبوعين دولا كان به عنده نزيف داخلي الا انه الادكاترا لا اهمال مثلا يعني احنا مش بنقول انه حد مهمن احنا بنضرب مثالية اهمال طبي او جلة خبرة او كده لم ينتبهوا الى انه به اللي هو المجن عليه عنده نزيف داخلي وبالتالي مع الوقت النزيف الداخلي أدى إلى وفاة يبقى هنا نقدر نقول أن المسؤول عن الوفاة مين هل فعل إطلاق النار اللي عملوا اللي ارتكبوا ألف ولا ترك المجني عليه اللي هو به بنار مزليب به تركه بدون علاج النزيف الداخلي لمدة أسبوعين يبقى هل الوفاة نتيجة لفعل إطلاق النار ولا الوفاة نتيجة للإهمال الطبي أو ضعف خبرة الأطباء سؤال مهم جدا لأحنا كده إيه بيدخل معنا وهنا أهمية النتيجة السببية أو علاقة السببية بتدخل معنا عناصر أخرى يعني الفعل مش بيبقى هو السبب المباشر للوفاة بيبقى فيه عناصر في بعض الحالات بيبقى فيه عناصر داخلية ممكن العناصر الداخلية دي اللي هي بتفصل ما بين الفعل والنتيجة ممكن تكون سببها أشخاص آخرين غير المتهم وغير المجني عليه زي الأطباء مثلا وممكن العناصر الداخلية دي يكون سببها المجني عليه نفسه إزاي ممكن المجني عليه يكون راح المستشفى والأطباء قالوا له أنت كويس و تمام بس أنت لازم تقعد معنا في المستشفى هنا تحت الرعاية الطبية لمدة مثلا أسبوعين أو شهر علشان ناخد بالنا من ضغطك ومن سكرك ومن ضربات جلبك وناخد بالنا من الجرح فيه تلوث مفوش تلوث يعني حاجات زي كده فبه جعد له أسبوع أو عشر تيام وهو كان المفروض يقعد شهر بعد العشر تيام دي راح قال لهم إيه لا 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 أنا ما تعبت ومش هقعد في المستشفى يا عم أجوة أنت الخروج غلط عليك لا أنا هتحمل مسؤولية نفسه أنا ما جو المستشفيات ده مش مدهيبني ومش عجبني ومش مرتاح له وأنا هروح بيتي وبتاعه طيب يا سيدي ما غلط أنت الرعاية الطبية والأناية الطبية اللي بتتلقاها في المستشفى تفرق كثير عن بيتك لكن به أصر أصر ودون إز من الأطباء خد بعضه وإيه وروح بيته جالوا له أجوة شهر جعد عشر تيام روح بيته الجرح مش عارف التهب المش عارف السكر زاد الضغط إيه نبضات الجلب إيه مش عارف إيه تشابكة الأمور في بعضيها فتفاقمة الأوضاع توفى إلى رحمة الله فيبقى هنا ممكن نقول برضو أن سبب الوفاة راجع للمجنة عليه نفسه لأن المجنة عليه لو كان سمع كلام الدكاترة وجعت في المستشفى تحت العناية والرعاية الطبية مدة الشهر اللي هما قالوا له عليه ممكن كان عاشه لكن هو بعناده وإصراره على خروج من المستشفى قبل المعاد ده أدى إلى تفاقم الوضع الصحي بالنسبة له مما أدى إلى إيه إلى الوفاة يبقى بالتالي هنا إحنا لما ضربنا مثل بالخطأ الطبي أو بضعف خبرة الأطباء ده سبب أو صورة من صور العناصر اللي ممكن تقطع العلاقة السببية برضو من الصور اللي ممكن أو العناصر اللي ممكن تقطع العلاقة السببية فعل المجنة عليه نفسه يعني المجنة عليه هو اللي أزى نفسه بنفسه لو كان جاعد في المستشفى لمدة الشهر اللي هما الدكاترة قالوا له عليه ممكن كان عاشه وما كانش توفق يبقى هنا في الصورة الأولى الخطأ من الأطباء في الصورة الثانية الخطأ من المجنة عليه طيب يبقى كده احنا اتكلمنا عن اول نقطة وتاني نقطة ثالث نقطة ما يترتب على قيام رابطة السببية اذا رابطة السببية تحققت ما بين الفعل اللي هو فعل مثلا اطلاق النار اللي ارتكبوا الف اذا رابطة السببية تحققت ما بين الفعل والنتيج اللي هي الوفاة وفات به وما كانش فيه اي عناصر تدخلت ما بين الفعل والنتيجة يعني بمعنى ايه بمعنى انه الف اطلق النار على بين مات على طول ففي الحالة اللي زي دي او مش مات على طول مش بالضرورة يعني جابوا له الاسعاف نجالوا على بين نوصل مستشفى مات يبقى هنا رابطة السببية واضحة ومباشرة وما فيهاش كلام رابطة السببية بتربط ما بين الفعل وما بين النتيجة الفعل اللي هو اطلاق النار والنتيجة اللي هي الوفاة ده اذا ترتبت او او علاقة السببية اصبحت واضحة نقية بيور يعني خالصة ما فيش شوائب او فواصل تفصل ما بين الفعل والنتيجة طيب ما يترتب على النقطة الرابعة بقى ما يترتب على انقطاع علاقة او رابطة السببية الحجيجة لو انقطعت رابطة السببية او لم تتوافر يبقى ده هيغير في التكييف القانوني والوصف القانوني الواقعه يعني واحد قلنا الف اطلق النار على به فبه توف ولكن توف بعد فتر شعر شعرين نتيجة زي ما قلنا اهمال طبي عدم رعاية طبية كافية عدم خبرة طبية نتيجة انه هو ازى نفسه بايده بانه هو لم يستكمل علاجه يعني دخلت عوامل اخرى ما بين الفعل والنتيجة يبقى في الحالة اللي زيذية ممكن الامور تتحول تحول جزري ازاي يعني بدل ما تكون عندينا التكييف والوصف بتاع الجريمة دي انها قتل عمد تبقى في النهاية ايه شروع في قتل شروع في قتل ليه شروع في قتل لانه النتيجة النتيجة لم تحدث مباشرة من الفعل وانما حدثت من خطأ الاطباء او حدثت من خطأ المجن عليه في حج نفسه ولذلك فيه احيانا بيجي تلاجي احد الزملاء المحامين يدفع بدفع في المحكمة يقول استغراق خطأ المجن عليه لخطأ المتهم يعني ايه يعني خطأ المجن عليه في حج نفسه هو اللي ادى الى وفاته انه جلول ابعد معانا شعر في المستشفى عشان تحت العناية والرعاية انت لو خرجت هتتعب هتموت لكن اصر فهو قزى نفسه بايده يبقى الخطأ اللي ارتكبه في حج نفسه استغرق الفعل الذي ارتكبه الف ضربه بالنار لكن هو ما ماتش من اطلاق الاعيرة النارية مات من عناده من فعله من فعله هو انه خط بعضه ومشي من المستشفى جبل ما يستكمل العلاج بتاعه او مدة العلاج اللازم تمام؟ يبقى دائما يترتب على انقطاع يبقى بيتغير القيد والوصف وتكييف الجريمة وكل حي بتتغير من قتل عمد تبقى شروع تبقى شروع ولو ضربه افضل الى موت بيتغير التكييف والقيد والوصف بتبقى بدل ما ضربه افضل الى موت بتبقى ضرب عادي ولو قتل خطأ بيتحول الى اصابة خطأ طيب يبقى كده دي النقطة الرابعة انتينة منها النقطة الخمسة متى يصور التساؤل عن اتصال او انقطاع علاقة علاقة او رابطة السببية يعني امتى احنا بنبتدي نتساءل هل علاقة السببية موجودة ولا انقطعت احنا بنبتدي نتساءل السؤال ده لما يبقى النتيجة زمنيا ارتبطت بالفعل مباشرة يعني ازاي يعني اطلق الف اطلق النار على بيه بيه مات فورا خلاص ما فيش مجال هنا ان احنا نقول فيه علاقة سببية انقطعت او ما انقطعتش الراجل خلاص هو اداله ضربه طلقة جات في جلبه او جات في مكانه مات فورا في لحظته او يدوب بس خدوه بعربية الاسعاف على المستشفى ما فيش ما خدش دجايج يعني او حي زي كده وتوفاه الله فهنا هنا لا مجال ان احنا نسأل عن توافر علاقة السببية او انقطاع علاقة السببية بنسأل امتى ونبتدي احنا كمحامين نبحث عن توافر علاقة السببية او عدم توافرها امتى لما يبقى فيه فترة زمنية انا مش عايز ادخلك في يعني متاهات كتيرة بس انا انت ابن من ابنائي شاب من شباب المحامين يعني عايز اوضح لك الامور ببساطة بعد كده انا بفتح جدامك مواضيع وانت ابتدي اجرى نبتدي اجرى انا بديلك بس بفتح المواضيع وحضرتك اجرى اجرى كمل بعد كده فانا بقولك متى يصور التساول عن اتصال او انقطاع علاقة او رابط السببية لما يبقى فيه فترة زمنية نبتدي نضوع الفترة زمنية ده ده به بعد ما اتضرب بالنار عالشهر طب ايه يعني حل طب ما يمكن فيه عدم رعاية طبية فيه مش عارف ايه كان عنده نزيف داخلي ما تلاحكش مش عارف ايه خطأ من الاطباء سوء تقدر منهم عدم رعاية عدم خبرة او انه هو هو اخطأ في حق نفسه ما اخدش العلاج ما يبتدي امتى لما بيبقى فيه فترة زمنية فاصلة وفترة زمنية معقولة يعني مش فترة زمنية ساعة ساعتين يوم لا طبعا فترة زمنية يعني تبقى معقولة يعني اجلها اسبوع انا ببسط لك خلي بالك انا ببسط لك الامور يعني فترة على الاجل مسلا اسبوع نقول ما الراجل او عاش اسبوع طب ليه ما كملش بقى طب ما نشوف ما نسأل طب ما نشوف الاوراج الطبية نشوف مش عارف ايه الكلام ده نستعين بتقرير طب استشاري ما أنا قانون الإجراءات الداني كالحق يعني حاضر مع المتهم أو وكيل عن المتهم أني أنا أجيب تقرير طب استشاري عشان تقرير الطب الاستشاري ده ربما يوضح لي أمور لأنه أنا مش دكتور أنا محامي أنا دارس قانون فربما في أمور يعني فنية وطبية غيبة عني فمين هيوضحها لي؟ أنا عايز لي حد يوضح لي يرشدني في المسائل الطبية الدقيقة آه أنا كمحامي بيبقى عندي خلفية عن الطب الشارعي ولكن الخلفية دي يعني لها حدود الخلفية دي في حدود الثقافة العامة جنرال نوليج ثقافة عامة لكن أنا مش طبيب مش طبيب شارعي فهنا ممكن أنا أستعين بتقرير خبرة استشارية وعلى فكرة أنا عايز أقول بالنسبة للخبرة الاستشارية لو سمحته في القضايا اللي تستدعي أمور زي كده ممكن حضراتكم في الصعيد هنا بالنسبة لنا وأنا نفسي بتعامل معاه يعني في المكتب الاستشاري الخاص بالدكتورة رجاء محمد عبد المعبود أستاذ الطب الشارعي والسموم بكلية الطب جامعة أسيول عندها هي مكتب استشاري بيقدم تقارير خبرة استشارية في مجال الطب الشارعي والتزييف والتزوير وعندها مركز دراسات يعني عندها مكتب استشاري وعندها كمان مركز دراسات بتقيم دورات تدريبية في مجال الجريمة والطب الشارعي ومصرح الجريمة يعني ما شاء الله بتعمل اجتهاد كبير خالص وحضراتكم هتلاقوا عنوانها عنوان سواء المكتب الاستشاري أو مركز الدراسات هتلاقوا موجود على صفحتي الصفحة العامة مش الشخصية اللي هي على فيسبوك اللي هي صفحة القانون والناس ممكن تشوفوه عشان لو حبيته تستعينه بتقرير خبرة استشارية من تقرير خبرة استشارية ده بيقدم لك معلومات ضبية مزهلة ممكن تساعدك بضرية 100% في القضية التحت تمام فدي كانت نقطة يعني حبيت اوضحها انا شخصيا بتعامل معها يعني فكده احنا غطينا النقطة الخمسة اللي هي متى يصور التساؤل عن اتصال او انقطاع علاقة او رابط السبب لما قلنا في فترة زمانية طب النقطة الست ما هو موقف المشرع المصري من السببية الحقيقة المشرع المصري لم يتناول السببية لا من قريب ولا من بعيد ليه لانه زي ما احنا ضربنا امسلة وقلنا ممكن الوفاة تكون نتيجة اهمال طبي ممكن الوفاة تكون نتيجة جلة او حداسة خبرة اطباء القائمين على علاجه ممكن الوفاة تكون نتيجة اه خطأ المجن عليه في حق نفسه ففيه صور لا متناهية كثيرة جدا وفروض كثيرة جدا لانقطاع علاقة السببية علشان كده نلاقي انه المشرع المصري ترك عشان همش يوجد يحطوا صور لانه لو حطوا صور وافتراضات وجال علاقة السببية هتنقطع اذا حصل كذا علاقة السببية هتنقطع اذا حصل كذا طب الافتراضات دي والاحتمالات دي غير متناهية وكل يوم ممكن مع التطور العلمي والتكنولوجي والحياة اللي زي كده كل يوم بتحصل افتراضات اكتر من الاول فبالتالي المشرع عشان ما يبقاش هو يعني ضيق الخناق وحط حالات محددة فترك تقدير هذا الامر للقضاء ولمين ولفقهاء القانون الجنائي ترك هذا الامر تقدير هذا الامر اللي هو مدى تعريف رابطة السببية او علاقة السببية ومدى توفرها او انقطعها ترك هذا الامر للمحكمة للقضاء وللفقهاء ولكن المحكمة عندما تقضي في مدى توفر او مدى انقطاع علاقة السببية ده امر من الامور الموضعية اللي المحكمة بتستقل بتقديرها يعني هي صاحبة القرار في تقدير هذا الموضوع هل علاقة السببية متوفرة ولا انقطعت هي صاحبة القرار وبالتالي ده امر موضوعي ولكن ولكن لابد ان تستخلصه باسباب سائغة يعني ايه مش تقول السببية خلاص هي موجودة خلاص لا يعني لما يجي محامي المتهم ويدفع بنقطاع علاقة السببية لازم برضو المحكمة تقول علاقة السببية موجودة اه موجودة بس تستخلصها بشكل سائغ سائغ يعني ايه يعني بالبلد كده يدخل الدماغ يعني بالبلد كده مقنع تمام مش تبقى علاقة السببية منتهية تماما وملهش اي وجود ما بين الفعل والنتيجة وتيجي المحكمة تقول لا علاقة السببية متوفرة لا لازم الامور تتم بشكل سائغ يعني بشكل منطقي وبشكل عقلاني ومحكمة النق ملهش رقابة على محكمة الجنايات لانه ده من الامور من اطلاقات محكمة الجنايات لكن زي ما قلت بشرط ان يكون ذلك باسباب سائغة لو كان بدون اسباب سائغة وكده والمحكمة جات اه لا متوفرة يبقى هنا بقى بيجي دور محكمة النقل انها تراجب هل في اسباب سائغة ولا لا يبقى دي النقطة الستة احنا كده اتكلمنا عن ست نقطة موقف قضاء النقد منها انا قلت موقف قضاء النقد منها ضمنا انا وبتكلم في النقطة الستة فبالنسبة النقطة السابعة اللي هي موقف قضاء النقد من السببية الجناية قضاء النقد ترك الموضوع لمحكمة الجنايات باعتباره امر موضوعي تستقل لمحكمة الجنايات بتقديره وهو من اطلاقات المحكمة ولكن عليها أن تقدره بأسباب سائغة يبقى كده إحنا تناولنا سبع نقاط تعريف السببية هذه النقطة الأولى تناولنا أهمية السببية النقطة الثانية النقطة التالثة ما يترتب على قيام رابطة السببية النقطة الرابعة ما يترتب على انقطاع علاقة أو رابطة السببية النقطة الخمسة متى يصور التساؤل عن اتصال او انقطاع علاقة او رابطة السببية دي النقطة الخمسة الستة موقف المشرع المصري من السببية واخيرا النقطة السابعة موقف قضاء النقل منها دول سبع نقاط تناولتهم في هذا سبع نقاط تناولتهم في هذا الفيديو تمام؟ انا كنت ناوي في هذا الفيديو اني اتكلم كمان في النقطة التمنى اللي هي ايه النظريات الفقهية المختلفة في السببية الجنائية لكن انا مش عايز اطول عليكم من موضوع كبير واحنا ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتيرة في الموضوع لانه الموضوع لسه كبير خالص انا اللي قلته ده بالنسبة لموضوع السببية يعتبر نقطة منباح نقطة منباح فاحنا لسه هنتكلم في فيديوهات تانية كتيرة عن علاقة السببية او رابطة السببية فانا هارجئ النقطة التمنى اللي هي النظرات الفقهية المختلفة في السببية للفيديو القادم ان شاء الله وهتلاجوا حضراتكم اني انا عامل قائمة فيديوهات عن علاقة السببية او رابطة السببية عشان بالنسبة للي هو عايز يعني يشوف الموضوع ده مباشرة ما يقعدش يدور بين الفيديوهات هيلجي قائمة التشغيل دي خاصة بالسببية الجنائية خاصة بسببية جنائية ان شاء الله باذن الله علشان اذا كان مضمون القناة ومحتواها لقى يعني رد ايجابي واستحسن من حضراتكم يريد يعني تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان تشوفوا ده اذا حبيتوا يعني تشوفوا الفيديوهات السابقة وعلشان ان شاء الله توصلكم الفيديوهات اللي ان شاء الله بإذن الله تعالى هيتم نشرها في المستقبل ان شاء الله وفي النهاية بكرر مرة اخرى اي حد عايز يتصل بي سواء موبايل او واتساب او فيبر الرقم بتاعي 010-98-24-98-19 010-98-24-98-19 وكمان عندي صفحة القانون والناس على الفيسبوك ممكن برضو حضراتكم تشرفوني اي سؤال عايزين تطرحوا على الصفحة او على الواتس او حتى اتصال يبقى دي كل وسائل الاتصال الموبايل الواتس الفايبر الصفحة صفحة القانون والناس والناس على الفيسبوك انا يعني لن ابخل ان شاء الله على حضراتكم باي معلومة فالى هنا انا شايف الفيديو زاد وطول شوية فانا آسف بس الموضوع كبير فان شاء الله هنرجي الباقي للفيديوهات القادمة ان الموضوع زي ما قلت لحضراتكم موضوع كبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة